أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية لإحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيرا إلى أن ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه وأن التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات وأكد أن ذكرى الزعيم الراحل عبد الناصر ستظل نموذجا يحتذا به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ترجمة نانسي قنقر